فانا اللي بقول لحضراتكم ايه ان ما يحدث ان هذا الرجل بيتسو موتيماني المدير الفني للنادي الاهلي يستحق ان احنا نقف في ظهره خلال هذه الايام ما يستحقش الجلد اللي احنا بنشوفه ما يستحقش ومعظم اللاعبين او كل اللاعبين لا يستحقوا هذا الامر ممكن جدا ننتقدهم جدا ان احنا لكن يا جماعة احنا داخلنا على فترة صعبة جدا 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 هذه الفترة او الفترة القادمة بالمناسبة لا تحتاج الا الدعم والمساندة واتح تقعب بقى يا عم اسلام كل شوية تقول لنا الدعم والمساندة ايوة ما هو انا دوري مش انا انا كمشجع اهلاوي ان انا ساند فريقي وادعم فريقي في الوقت اللي حضراتكم زي ما انتو شايفين معظم الفرق بتتهافت على طريقة لعب النادي الاهلي وبتبص النادي الاهلي بيلعب ازاي وتمشي معاه ان معظم الفرق اللي بتلعب في افريقيا يعني الاربع فرق اللي بيلعب في افريقيا اهلي زي مالك مصري بيرامدز هيبقى عندهم الفترة اللي جاءة صعبة جدا 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 فيه الدوري لان انت بترجع من السفرية بتلعب بعدها بتلات يام مباراة بتخلص زي ما حصل اهو انا رجعت الجمعة بالليل حلعب التلات ريحت سبت وحد واثنين على الاعتبار ان السفرية هي يعني ايه قريبة يعني كنا نقول السودان تلات ساعات ولا ساعتين وشوية بتبقى في القاهرة مش هقولك ان السفرية بتاعت جنوب افريقيا دي اللي في اخر الستوديو اللي في اخر القرى الافريقية دي سبع تمن ساعات بقى وقعدت الطيارة وانتو عارفينوا قعدت طرط بقعد عمل ازاي وركبك كل اللي انت عايز تقوله قوله طب النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية يحتاج الى ايه يحتاج الى المسندة والدعم الدائم لللاعبين مع ان احنا نفوقهم دايما نفوق اللاعبين دايما مع بعض بمعنى يا جماعة النهاردة اسلام وحش يا جماعة اسلام كويس اه ولكن يحتاج الى ان انت تزود سرعتك شوية تريح شوية تزود عدد ساعات نومك شوية تاكل اكتر شوية لان الفترة اللي جاية دي فترة صعبة الى ما بعد رمضان تقريبا يعني الى ما بعد رمضان انت بتلعب كل يومين تلاتة ماتش ما بينهم كاس العالم او تصفيات كاس العالم وده ضغط عصب كبير جدا والنادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين انا ولا حقول بيضح عشان الناس بتاخد كلامي ده بتقعد ولا بيضحوا بيعمل ده ده وجبه الوطني بيعمله دائما الوجب الوطني بيعمله بانه بيبقى عنده عدد كبير من اللاعبين بيلعبوا في المنتخب الوطني ومية في المية العدد حيزيد قبل مباراة كاس العالم تصفيات كاس العالم امام السنغال لانه هتلاقي مثلا ان انت بحتاج بكرايت فحتاخد محمد هاني ان انت محتاج حد تاني في جنب محمد عبد منعم ممكن جدا نلاقي واحد زي محمد مجدي قفشة بيرجع مرة تانية اذا استعاد مستوى ولعب المباراة اللي جاية احمد عبد القادر ممكن جدا يخش في الفترة اللي جاية فعندك 3-4 لعيبة على الـ 6-7 اللي موجودين دخلنا في 7-8 أو 19 لعبين وبالتالي يكفي الضغط اللي موجود على اللاعبين وانا رايح هلعب السنغال في السنغال او مباراة في مصر ومباراة في السنغال شوف الضغط العصبي ده ممكن يعمل في اللاعب ايه فالنادي الاهلي واجبه الوطني عشان اهو واجب وطني ما بقولش حاجة تانية الواجب الوطني النادي الاهلي بيحق فبالتالي انت هتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا مع اللاعبين دول من الناحية البدنية والنفسية وكل شيء لقدر الله لقدر الله حصل ايه حاجة هيحصل ايه وان شاء الله ده مش هيحصل وان شاء الله مصر تصعد الى كاس العالم وتكون دفعة قوية جدا لكل انديت الانديت اللي بتلعب في افريقيا ان هي تلعب مباراةها اللي بعد كده بشكل جيد وتواصل اللعب في البطولات الافريقية وطبعا النادي الاهلي